اشتركوا في القناة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون كما تقدم ان الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ما ادعاه بنو اسرائيل كذبا وزورا وان الله سبحانه وتعالى رد عليهم مفتروه ومقترفوه سبحانه وتعالى وبين ان المدار على الايمان والتوحيد وان من كسب سيئة احاطت به خطيئته بمعنى انه لا حيلة فيه فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وان ضدهم هم اصحاب الجنة اصحاب الصالحات فهم اصحاب الجنة هم فيها خالدون ثم ذكر سبحانه وتعالى ميثاقا اخذه على بني اسرائيل والله سبحانه وتعالى يبين انهم لا يستجيبون لا بمواثيق ولا بغير مواثيق مع ان الواجب على العبد ان يستجيب لامر الله سبحانه وتعالى فيعمل به ويجنب نهيه لا يحتاج ان يثقل وان يشدد عليه بالعهود والمواثيق لكن هم لم يستجيبوا ولهذا لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة وعرضها عليهم ابوا ان يقبلوها حتى رفع الله سبحانه وتعالى فوقهم الجبل قال سبحانه واذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يعني لم يستجيبوا ولم يدعنوا حتى رفع الطور وهو الجبل مذكور في الأعراف حتى رفع فوقهم والمعنى هددوا إن لم تأخذوا ولم تقبلوا سقط عليكم وأهلككم وهنا يقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يبين سبحانه وتعالى أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بيّن سبحانه وتعالى أنه أخذ عليهم بالميثاق وإذ أخذنا وإذ كما تقدم غير مرة أنها ظرف منصوب بأذكر أو اذكروا أو اذكروا وهذا هو إعرابه حيث جاءت في القرآن فإذا جاءت إذ فهي ظرف وهي مبنية على السكون في محل نصب وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا وجملة أخذنا كما تقدم غير مرة أن الجمل بعد إذ وحيث وإذا أنها مخفوظة أنها مجرورة بالإضافة مجرورة بالإضافة سواء كانت الجملة إسمية أو فعلية كما يقول مالك رحم الله وألجموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل تنوين إذ يعني أنه لا تضاف حيث وإذ وكذلك إلا إلى الجمل وقد تضاف شذوذا إلى المفرد كما في قولهم في البيت المشهور أما ترى حيث سهيل طالعا نجما كالشهابي يضيء ساطعا أو لامعا حيث سهيل رووه بالجر وهو مفرد أما ترى حيث وحيث هنا كما تقدم أيضا تكون منصوبة بترى في موضع نصب وهي مبنية عظم فالمقصود أن قوله وإذ أخذنا أنه سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق ميثاق والميثاق من التوثق والتوثق يكون حسيا ويكون معنويا يكون حسيا ويكون معنويا فأنت حينما توثق الشيء بالحبل وتربطه به هذا توثق حسي لكن المراد هنا الميثاق المعنوي وهو ما أخذه عليهم سبحانه وتعالى وأمرهم به على ألشنة رسله بعبادة الله سبحانه وتعالى فهناك أمر عام وميثاق عام وهناك توثقات على اليهود خصوصا ولهذا قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بنوا إسرائيل هم بنوا يعقوب بنوا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أخذ عليهم الميثاق لا يعبدون إلا الله وهذه الأمور المذكورة العظيمة هذه الأمور المذكورة العظيمة أمور الفطر تدعو إليها والنفوس تعملها لكن يأتي الأمر بذلك بيانا منه سبحانه وتعالى أن هذا الشيء متوافق مع الفطرة متلائم مع الفطرة تحبه وتميل إليه كلها أمور من الإحسان هذه المذكورات أمور من أعظم الإحسان والنفوس مجمولة على حب الإحسان والإحسان المذكور هنا إحسان إلى النفس وإحسان إلى الناس ولهذا قال لا تعبدون إلا الله العبادة هي إفراد الله بالتوحيد عبادته سبحانه وتعالى هو التذلل له بالطاعة والانقياد له وحده سبحانه وتعالى لا تعبدون إلا الله العبادة لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى فطرهم على هذه العبادة وما من مولود يولد إلا على هذه الملة وعلى هذه الفطرة لا تعبدون إلا الله ثم جاء بقوله لا تعبدون هذا الفعل لم يأتي مجزوما جاء بلا النافية نفي عبادة غير الله جاء في قوله لا تعبدون لما قال لا تعبدوا إلا الله معنى روية قراءة لكن القراءة التي المشهورة والقراءة التي ذكرها العلم وهذه القراءة لا تعبدون إلا الله والمعنى أن الأمر الواقع والأمر الحاصل هو عبادة الله سبحانه وتعالى يعني لا يكون خلاف عبادة الله فهذا إخبار عن الأمر الواقع بمعنى أعبد الله والإخبار عن الشيء مع إرادتي النهي عن خلافه أبلغ من الأمر به أو النهي عن خلافه وهذا واقع في كتاب الله سبحانه وتعالى قال لا تعبدون إلا الله العبادة لله سبحانه وتعالى ثم قرن عبادته سبحانه وتعالى بهذا الأمر الثاني وبالوالدين إحسانا يقرن سبحانه وتعالى كثيرا بين عبادته والإحسان إلى وجه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حكم سبحانه وتعالى وأمر وقضى بعبادته وحده وإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا وهنا قدم بالوالدين وأخر المصدر المفعول المطلق أي أحسنوا إحسانا إلى الوالدين فمعمول المصدر هو الوالدان وتقديمه لأجل الاهتمام به أحسنوا إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا أطلق الإحسان والمعنى يشمل جميع أنواع الإحسان القول والفعل كل إحسان إحسان بالمعاملة إحسان بالإحسان بأمور المال بالإحسان بالرفق بهما بالإحسان إليهما بجميع أنواع الإحسان وبالوالدين إحسانا وهذا خاص بالوالدين ولهذا عطف عليه بعد ذلك وذي القرب وهذا هو الثالث مما بيّن سبحانه وتعالى أنه أخذه على بني إسرائيل وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل فهو خطاب لكل مخاطب بكتاب الله سبحانه وتعالى مثل قوله المتقدم وإذ أخذنا وإذ أخذنا يعني أذكر أو أذكروا والمعنى أذكر يا محمد أذكروا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أذكروا يا بني إسرائيل فالخطاب وإن كان لبني إسرائيل فالمعنى هو بيان لهذه العبرة العظيمة حتى تأخذ من بني إسرائيل أنهم لم يلتزموا لأن المذكورات أمور مأمور بها في جميع الملل والأديان وهي أمور متفق عليها هذه الإحسانات وهذا الأمر العظيم وهو رأسها وهو عبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو دين جميع الرسل وجاءوا به جميعا عليهم الصلاة والسلام وبالوالدين إحسانا ثم حذف متعلق الإحسان ومن قواعد البلاغة أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم إحسانا بجميع أنواع الإحسان ثم قال وذي القرب عطف على ما تقدم بالوالدين إحسانا وبذي القرب يحسن إلى ذي القرب وهذا المصدر يشمل جميع أنواع القرب لكن بين جاءت الأدلة الأخرى في الكتاب والسنة وفصلة السنة أن القرب تختلف منها القريب ومنها البعيد منها ما حقه آكد من حق الآخر فمن يتمع معك في الأب حقه أعظم ممن يتمع معك في الجد الأول ومن يتمع معك في الجد الأول حقه أعظم ممن يتمعك في الجد الثاني وهكذا وهكذا جميع أنواع القرب من جهة الأبي ومن جهة الأم ذو القرب سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم والنبي عليه الصلاة والسلام كحديث صحيح لما جاءه رجل الحديث وفيه لما قال بيّن أنه ماتت والدته الحديث فيه قال هل لك من خالة قال نعم قال الخالة أم الخالة أم بمنزلة الأم يعني في برها وصيلتها والإحسان إليها لأنها أختها تقدم في أشئلة بعض إخواننا حين سأل عن بر الوالدين بعد مماتهما سبق ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن قال رسول الله صلى الله سلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه أهل ود أبيه يعني ولو لم يكن قريبا إذا كان موادا لوالدك لأن ابن عمر أعطى ذاك الأعراب وأكرمه وأخبر أنه كان صديقا لعمر رضي الله عنهم جميعا هنا قال قال سبحانه وذي القربا وذي القربا وذي من الأسماء الخمسة وهو معطوف على وبالوالدين فيكونوا مجوية جر بليا وذي القربا والقربا مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف المقصورة واليتام كذلك جمع يتيم يتيم ييتم يتمن أو يتم ييتم يتمن فاليتيم على المشهور عند أهل العلم هو من مات والده أبوه مات قبل البلوغ هذا في بني الإنسان وفي الحيوان من ماتت أمه وهو صغير ولهذا قال سبحانه وليتام ثم قوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربة انظر تنويع أنواع الإحسان لأن الإحسان أنواع عظيمة الشريعة جاءت بما فيه الاجتماع والاعتلاف والإحسان ليس بالمال قد يكون الإحسان بل يكون الإحسان بالتبسم الإحسان بالمعاملة بالمعاملة الإحسان بالتربية بجميع أنواع الإحسان قد تكون أعظم من المال وجاءت الشريعة بهذه أنواع من الصلة والترابط بين أهل الإسلام وبين عليه الصلاة والسلام أن المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عظون تداعى له سائر الجسد سائر الجسد بالسهر والحماب فقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز الحكيم ذكر الولاية بين أهل الإيمان بهذه أنواع من الولايات وأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم ولهذا قال سبحانه وذي القربة الإحسان إلى ذي القربة والإحسان قد يكون مع الإساءة مع إساءة الغير حينئذ يتميز حقيقة المحسن ليس الإحسان هو أن تحسن إلى من أحسن إليك أو أن تحسن إلى من لم يصلك منه إحسان مثلا لا الإحسان حقيقته حين يأتيك إساءة من قريبك وجارك وتحسن إليه وتتحمل الأذى ليس حسن الجوار هو كف الأذى حسن الجوار احتمال الأذى كف الأذى الحيوانات تعمل هذا الحيوانات تكف أذاها عن بعضها هذا ليس وصفا لبني الإنسان الحيوان يعيش مع الحيوان ويكف أذاها عنه غالبا لكن حسن الجوار حسن التعامل هو احتمال الأذى والصبر منهم على المشقة والبلاء هذا هو حسن الجوار ولهذا قال سبحانه وذي القربى لأن تحسن إليهم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي وذكر خلة ثالثة إن لي قرابة نعم إن لي قرابة أصلهم ويقطعون ني وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي الله أكبر جميع أنواع الأذى عملوها ضده وهو يصلهم مع القطيعة يحسن إليهم مع الإساءة يحلم عنهم مع الجهل يجهلون عليه بالقول السي فشكاهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلد أن يعرف الحال قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم المل ولا يجال معك من الله ظهير على ذلك ولا يجال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك يعني عوين كما في قول سبحانه وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير أي مظاهر له معين له الله أكبر شف انظر في قوله عليه الصلاة الكلمة العظيمة فأكفك أنما تسفهم المل اللهم صلي على محمد يقول أنت يأتيك الأذى منهم بجميعا وعلى ذا وأنت تحسن إليهم بما تستطيع تجتهد تجتهد يقول عليه الصلاة والسلام هم يقع عليهم من الأذى أشد مما يقع عليك ما هو هذا الأذى ما يقع من تأنيب رمائرهم فأنت تحسن إليهم ومع ذلك أنت تصبر وتتحمل تصبر وتتحمل أذاهم فكأنما تسفهم المل ما هو المل تعرفون المل المل تعرفونها نعم ما هي نعم الرماد الحار الناس من العتاد ويكون في البرية مثلا يضع الحطب ويشب النار ويوقد النار ثم بعد ذلك ربما يضع عليها الرمل ونحو ذلك فالرمل حين يختلط بهذا الرماد الجمر يكون مؤذيا من ربما يقتل فلو أخذ هذا الرمل الحار أو الرماد محتمل أيضا تسفهم المل أن يكونوا معه من الرماد الحار الذي يضربه في وجوههم هو فعلك هذا أنت تحزين إليهم وهم يسئون إليك لا شك أن هذا من أعظم الأسباب في أن يعودوا إلى الحق وأن ينيبوا فاصبر واحتمل فسوف ترى العاقبة حسنة لعل الله يحدث بعد ذلك أمر والعاقبة للمتقين عاقبة للمتقين فاصبر والعاقبة للتقوى إنما الداء في الغالب من عدم الصبر الجزع لكن مع الصبر تكون العاقبة عظيمة وحسنة والسلف رضي الله عنه امتثلوا ذلك هذا الأدب العظيم في الصبر والاحتمال وجاء عن الأحنف من قيس رحمه الله وهو من جول سائع عمر رضي الله عنه ومن أصحاب مجلسه الخاص الذين يستشيرهم كان عاقلا حليما رحمه الله من كبار التابعين مرة عرض له إنسان فجعل يسبه لسبب ومشكلة فأعرض عنه وولى عنه درءا للفتنة والشر لكن هذا السفي لحقه جعل يسبه والأحنف معرضون عنه لا يردوا عليه ثم بعد ذلك جعل يرميه بالحصى يرميه حتى وصل بيته فلما أراد أن يدخل قال يا أخي هل تريد شيئا مني أعطيك أنفعك بشيء يقوله له عند ذلك هذا الرجل اشتدى عليه هذا الكلام لا شك وعاد إلى رشده فقيل له بذلك يعني لما احتملته وقد آذى ولك أن تختص منه ولك أن ترد عليه لأنه ابتدى ومعتدى عليكم فأعتدوا مثل ومعتدى عليكم قال وكنت إذا فهش فيه بسبعضي كرهت أن أكون له مجيبة يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا الجمر إذا كان متقدا كان إيقاده للعود والطيب أفضل وأحسن قيل له ممن تعلمت الحلم ممن تعلمت الحلم قال من عمه أو قال من عمي قيس بن عاصم المنقري يقول في الجاهلية معن قيس رضي الله عنه أدرك الإسلام وأسلم قال كان وكان سيد قومه وتعرف الجاهلية ثارات وفتن واعتداء على أتفال أسباب فيقتتلون ويحصل بينهم الفتن فخرج ابن قيس وابن رجل من قبيلته خرجوا في رعاية الغنم ثم حصل بينهم نزاع فقام صاحبه صاحب ابن قيس وأخذ حجرا فضربه به فرضخ به رأسه وقتله ثم علم به فأمسكوه وقيدوه وأتوا به إلى قيس ابن عاصم لأنه سيده والمقتول ابنه فقال لما قيدتم ابن أخي القاتل لماذا قيدتموه قالوا إنه قد قتل ابنك قال فكوا إسار ابن أخي فكوا إساره فكوا القيد يقول فكوا القيد ثم قال خذوا هذه البدرة البدرة كيس يكون فيه عشرة آلاف درهم واذهبوا به إلى أم الغلام أم ابنه المقتول فأعطوها إياه فإنها اليوم على ابنها غضبا قال وكان محتبيا على عالة العرب حيطانها احتباؤها لسان إذا أراد يتك إذا أراد أن يستني سند على حاد لكن العرب مثلا في البرية يضع حبوته إما بخيط نحو ذلك فيلف على ركبته وظهره فيمسكه وكأنه مستند على شيء قال فوالله ما حل حبوته فعاد لحديثه الذي كان يتحدث به قبل أن يعلم بمقتل ابنه رضي الله عنه لا شك وزاده الإسلام على هذا الخلق العظيم فهذا هو الذي جاء بالإسلام والإسلام لم يأتي إلى خلق من هذه الأخلاق إلا زاده خيرا وبرا قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام لكن متى إذا فقه إذا فقه واليتام والمساكين ذكر سبحانه وتعالى اليتام وعطف المساكين وقبل ذلك ذي القرب والوالدان قبل ذلك إذا تبين أن الإحسان أنواع عظيمة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والإحسان هو رأس الدين والإحسان هو أن تأتي في كل عبادة بأحسن بأحسن ما فيها كل عبادة مالية بدنية مركبة منهما اجتهد أن تأتي بأعلى أنواع بأعلى أنواع هذا الجنس من العبادة فحسن العبادة يرفعها المال تتصدق به لكن ربما مال يسير تتصدق به تحسن في الصدقة يكون أعظم من مال عظيم لقاء مع أخيك تلتقي معه تسلم عليه نفس هذا اللقاء تحسن في اللقاء قولاً وفعلاً ليس مجرد اللقاء تستثمر لقائك سلامك جلوسك استثمار أن توقاتك محسوبة عليك تستثمرها مع أصحابك مع إخوانك مع أهلك مع قراباتك مع كل الناس ولهذا تقدم معنا بل سيأتي بعده وقولوا للناس حسناً ولهذا قال سبحانه وبالوالدين إحسان ثم قال بلك وقولوا للناس حسناً فالإحسان بجميع عنواء الإحسان القرب قد يكون إحسان بالمال قد يكون بالقول قد يكون بالمؤانسة قد يكون بالإناس تصبره على شيء مما حصل له مثلاً لو لم يكن عندك شيء تعينه به من المال تصبره تذكره قد يكون أعظم مما يطلبه ويكون أفضل من الذي يطلبه هذا واقع كم من إنسان وقعت عليه شدة من الشدائد سواء مال أو غير مال بكلمة صارت بل سمله والكلمة الطيبة صدقة قال وليتام قال اليتام القرابة قد يكون أغنية قد يكون أغنى منك ومعلك تحسن إليه ليس الإحسان أن تحسن بمجرد المال يمكن أن يكون هذا الإنسان غني وبحاجة إلى كلمة طيبة بحاجة إلى مؤانس أعظم أنواع الإحسان الدلالة على الخير ولهذا قال سبحانه في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المكر وتؤمنون بالله والكتاب ترك ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له اليتام اليتيم قد يكون ثريا له مال عظيم هذا اليتيم مع ذلك بحاجة إلى الإحسان فإحسان يكون إليه ليس بالمال لا بأنواع كثيرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة صلى الله عليه الصحيح إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه ولكن سعوهم بأخلاقكم أنت سعوهم بأموالكم بسط الوجه وتبسمك في وجه أخيك صدقة ليس صدقة على أخيك لا صدقة عليك أنت أولا صدقة على نفسك أولا ثم صدقة على أخيك ثانيا أنت حين تبتسم في وجه أخيك تصدق على نفسك تحسن إلى نفسك أولا قبل أن تحسن غيرك ثم هو إحسان إلى غيره ولها قال والمساكين ذكر المساكين المساكين جمع مسكين وهو من أقعدته المسكنة والفقر والحاجة هذا مسكين والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير على القاعدة المشهورة في أنواع من الكلمات إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت الله سبحانه وتعالى لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم وفرقاب والغارمين وفي سبيل له وابن السبيل قال للفقراء بدأ بهم والمساكين بدأ بالفقراء لأنه مشد حاجة والمساكين بعدهم فصار الفقراء غير المساكين حينما قلهم لكن إذا قلت تصدق على الفقراء يعني على جميع المحتاجين فقير أو مسكين تصدق على المساكين على كل من محتاج سواء كان فقير أو مسكين والفقير على المشهور عند أكثر علماء هو الذي يجد أو لا يجد إلا أقل من نصف الحاجة يعني إنسان مثلا يكفيه في الشهر ألف ريال مثلا وليس عنده مرتب إلا ألف ريال فهذا فقير آخر حاجته الضرورية خمسة آلاف مثلا لكن لا يجد إلا ألفين هذا فقير هذا فقير لأنه لا يأقل من نصف الحاجة المسكين من يجد نصف الحاجة لكن لا يجد فوق ذلك لا يجد فوق ذلك حاجتهم يجد مثلا مثلا هذا مسكين حاجته مثلا خمسة آلاف ستة آلاف مثلا فيجد ثلاثة آلاف هذا مسكين يجد نصف الحاجة أو أربعة آلاف فأنت تتمم حاجته ولها قال والمساكي ثم قال وقولوا للناس حسنا ثم عمم بعد تخصيص عمم بعد تفصيل وقولوا للناس هذا خطاب لبني إسرائيل وهو خطاب لجميعهم لكن هذه الأمة عليهم من الإحسان بل وعملت بالإحسان ومن الإحسان ما لم تعمله بني إسرائيل قال الله عزيزي وقل لعبادي خطاب لأمة محمد عزيزي يقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن التي هي أحسن ليس الحسن لا أحسن عندنا حسن وعندنا أحسن ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يقول أنا عندي مال يتيم هو مشؤول عنه مشرف عليه مثلا ناظر له يقول أريد أن أعمل في ماله لكن عندي مشروعان هذا المشروع يدر مبلغا من المال وهذا مشروع يدر مبلغا أكثر في أيهما أضع نقول ضعه فيما هو أحسن ولا تقرب مال اليتيم ما قال بالحسن أو بالحسن مش قال بالتي هي أحسن هنا قال وقولوا للناس حسنا للناس كلهم مسلمهم كافرهم قريبهم بعيدهم كل الناس وقولوا للناس حسنا هذه شريعة الإسلام لا تقول للناس إلا القول الحسن والقول الأحسن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كله يكون بالأمر الأحسن هذا هو المشروع وهذا هو المطلوب فهذا هو دين الإسلام ولهذا قال وقولوا للناس حسنا القول الحسن القول الحسن يكون بأن تبدأ بما هو أشد حاجة إليه فأنت حين تريد أن تعمل عملا ترشد تبدأ بما هو مضطر إليه ثم تبدأ بما يكون دون ذلك تبدأ بالأهم فالمهم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الله قليلا منكم وأنتم معللون لعله إن شاء الله يأتي في درس لا تشارة تكملت هذه الآية والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر